شركة وزير الكارجية سامح شكري انطلقت في أديسة بابا فعاليات القمة السادسة والسلسينة للاتحاد الافريقية بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء تناقش القمة التي تستمر خلال اليومين المقبلين مختلفة القضايا القرية التي تركز على موضوع تسريع تنفيذ منطقة التجارات الحرة القرية الافريقية كما يناقش القادة مختلف القضايا القرية بما في ذلك مكافحة تغير المناخ والتغلب على التحديات تحديات الأمن الغذائي وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارات الحرة القرية الافريقية ومن المتوقع أيضا أن يتبن سلسلة من البروتوكولات التي تهدف إلى تسريع التنفيذ الكامل لمنطقة التجارات الحرة الجديدة في القارة السمراء